الكهرباء وما أدراك ما الكهرباء في ليبيا؟ لا يكاد يمر يوم إلا وتعلن فيه شركة العامة عن اعتداءات جديدة على مرافقها وإضعاف إمدادات الطاقة الكهربائية التي يكون نتاجها مزيدا من ساعات طرح الأحمال على الشبكة آخر هذه الاعتداءات ما أعلنته شركة الكهرباء السبت عن قيام مجموعة خارجة عن القانون بالاعتداء على مرافقها ونهب نحو ألف متر من أسلاك التوصيل في منطقتين رأس الغنم والصبراتة إضافة لاعتداء آخر على خط بئر العام وأسرقة أسلاك تقدر بألف متر وهو ما تسبب في فقدان التغذية عن نحو عشرين محولا بدائرة توزيع الحي الصناعي واعتداء آخر على خط بئر إيتيم تسبب أيضا في فقدان التغذية عن عدد كبير من المحولات بدائرة توزيع سبراتة إضافة لاعتداءات أخرى على مرافق الشركة في مناطق مختلفة قبل هذا الاعتداء الأخير بساعات كانت شركة الكارباء قد أعلنت خروجا اضطراريا لوحدات توليد بمحطة الزاوية ووحدتي التوليد الغازيتين الأولى والسادسة ووحدتي التوليد البخاريتين الثانية والثالثة بمحطة الزاوية للدورة المزدوجة قائلة إن من شأن ذلك أن يؤدي إلى زيادة طرح الأحمال إلى خمس ساعات بعد أن كان خلال الأيام الماضية بين الساعتين والثلاث ساعات وكان رئيس الشركة العامة للكهرباء قد أفصح في وقت سابق عن خطة عمل مقترحة لتوفير مقدره 1200 إلى 1500 ميجاوات وذلك تجنبا لطرح الأحمال في الذروة الصيفية التي قدرها أن تكون في حدود الخمس ساعات أشهر قليلة إذن تفصلنا عن الذروة الصيفية وتحديات عديدة يبدو أنها لن تكون قليلة أمام شركة الكهرباء وحكومة الوحدة الوطنية التي أكدت سعيها إلى تذليل كافة الصعاب وتوفير الدعم المطلوب لمعالجة أزمة انقطاع التيار الكهربائي وإنهاء معاناة المواطن اشتركوا في القناة